ما تجوج؟ اللي بحكي أنا هو الفكرة قبل أن نطلع من أحمد هي الفكرة مستوى الأمل ومستوى الإحباط جميل يعني بس أقول ريك أنا قبل وبعد صحيح هذه الفكرة اللي لماذا اخترنا أحمد بن ناقي؟ لأنه يعبر عن الحلم قبل والواقع بعد نعم أسمع منك القصة جميل ما ندي فهان هذا هو فرانشايز يعني قامت به شركة عجلان وأخوانه بحيث أنه علاقة مع يعني تمكين شباب من الاستفادة من تجارة الملابس الجاهزة تجارة الملابس الجاهزة اليوم احنا نشوفها في المملكة عربية السعودية تجارة ناجحة اليوم فيه عشرات يعني فيه أكثر من عشر ألاف محل أكثر وكلها في الملابس كلها ناجحة وكلها يعني ومزهرة وإحنا من الناس أنا واحد من الناس أنا اشتغلت في هذه الملابس أنا اليوم لها أكثر من أربعين سنة وفيها نجاح وفيها عمل إحنا لما جينا قصة الفرانشايز كيف نعملها إحنا اللي عملنا أنه أنا عندي منتجاتي ومنتجاتي ناجحة ومطلوبة في كل مكان إحنا اتفقنا على سبيل المثال مع صندوق الموارد البشرية بنك التسليف أنه إحنا نبغى ندعم الشباب أعتباراً متدربين مرتب مثلاً 3.000 ريال لمدة ثلاث سنوات أيضاً 3.000 ريال من اللي يدفعها؟ يدفعها صندوق الموارد البشرية للمستفيدين اللي يفتحون المحلات المدة هي 103 سنوات 3 سنوات لا تحققت من رقم 3 سنوات أيضاً أنهم يدفعون 6 شهور من الإيجار وأعتقد جزء من الديكور يدفعها بنك التسليف كسلفة وإحنا علينا كشركة كم يعطيهم بنك التسليف؟ أعتقد حوالي من 40 إلى 50 ألف ريال فإحنا علينا أن نعطيهم المنتجات منتجاتنا بالكمية اللي يحتاجونها والدفع يعني اللي يبيعونه يدفعون قيمته ويأخذونه أرباح على التسليف يعني شبح على التسليف وفي نفس الوقت اللي يبيعه يدفع قيمته وإحنا نورد له أشياء أخرى بدالها حنا نتعاملنا مع حوالي كانت الخطة 6.000 محل بدينا حوالي وصلنا 730 نصها 730 هذولي ناجحين وامورهم تمام وانطلقوا والحمد لله شكرا النص الآخر ما جلس على المحل بنفسه ومن ضمنهم يعني شباب كثير ما جلس على المحل بنفسه جلس فيه عماله فاليوم المحل إذا ما أنت تقوم عليها بنفسك إذا ما تجلس في المحل بنفسك إذا ما تجتهد بنفسك إذا ما تكون حاضر فاتح في عقد نحن وياهم أنه لازم يكون موجود 9 ساعات في المحل يعني من 9 صباحا إلى 12 الظهر ومن 4 العصر إلى 10 مساء في الإجمال هي 9 ساعات أحسبها هذا إنما اللي صار التعثر أنه المستفيدين اللي تعثروا ما جلسوا في محلاتهم سلموها العمالة بشكل أو بآخر باعوا جزء من المنتجات وما يدفعوا القيمة للشركة باعتبت لهم منتجات أخرى وبالتالي تعثروا وصار فيه تعثر أكثر من محل لما تعثر أكثر من واحد صار فيه يعني أنه ممكن الشركة هذه ممكن أنه ما ندفع ونطالبها بشكل أو بآخر وما صارت المشكلة يعني صارت المشكلة أنه المحل تعثق لما يكون في المحل محلك التجاري تحضر فيه أموال وإنت ما تكون موجود فيه يكون فيه عمالة وين تبغى؟ كيف تبغى المحل يشتغل؟ هذه واحد اثنين إذا المحل يفتح يوم يسكر أيام هل هذا يعني بهذا بيشتغل؟ المحل علشان ينجح يجب أنه يكون مفتوح يوميا يجب أنه يكون المنتجات متوفرة يوميا إحنا موفرين مندوبين يصل للمحل يوميا يشوفه شيء يناقصه يجيبه بس بشارط اللي تبيعه عطني قيمته خذ أرباحك موفرين له ما يحتاج تتحرك من محلك إحنا موفرين كل شيء هذا هذا على أساس أن العميل حقك العميل إذا جاء وحصل المنتجات موجودة سيجيك بكرة لكن لو جيتك أنا وليقيت عندك والله المقاس هذا ناقص والمقاس هذا ناقص أنا ماني فاضي بأخذ منك وبأخذ من الثانية وعشرين محل بأدور عليهم أنا أريد محل واحد تعامل معه لما تستقبله ببشاشة وبيخلق طيب وبيأمور أنت يصير فيه ولعل الزمون لكن أنت من موجود المحل وتغيب فيه وتسكره وفي عمالة ما هي مهتمة ويمكن العمالة هذه برضو يمكن اختلست بشكل أو بآخر من المحل يعني بدون ترتيب بشكل أو بآخر فالعملية هذا يسبب تعثر اليوم ترى على فكرة المحلات التجزية ما هي سهلة ترى العمل فيها وتجارة التجزية ولكنها مية صعبة هي تحتاج شيء واحد ومهم أنك تحب هذه المهنة أنك عندك التزام أنك تجلس فيها على طول طول السنة تكون متواجد وفينا بيكون نجاح أنت تلقي باللائم على أكثر من النص أنهم هم فرطوا في شغاله خلنا أعطيك أنا مجموعة من الأجل